عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع رئيسة لجنة الثقافة والإعلام والأثار بمجلس النواب دورية شرف الدين بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وقال مدبولي إن الاجتماع يأتي في ضوء استكمال سلسلة اللقاءات التي بدأها مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب طبقا لما تم توافق عليه في هذا الشأن من حيث التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب بما يسهم في تحقيق مصالح المواطنين من جانبها أشارت دورية شرف الدين إلى أنه تم عقده 26 اجتماعا باللجنة حتى الآن مضيفة أن اللجنة على أتم الاستعداد لتدليل أي عقبات تشريعية لتيسير أعمال الوزراء